في إطار مشروع تنمية شرق بورسعيد وده من المشروعات الكبيرة جدا اللي بيتم الدولة بتنفذها على أرض سيناء المشروع ده فنم هيصل تكلفة 90 مليار جنيه فيه مجموعة من الأنشطة الكبيرة ومن أماها فنم نفذنا 10 أرصفة بحرية بطول 5 كيلو ودول تم الانتاء منهم بنسبة 100% بنعمل يا فنم ساحات تداول خلف الأرصفة البحرية وإحنا بالفعل دلوقتي بننفذ ساحتين ومستمرين فيه تنفيذ الساحات الموضوع الكبير يا فنم اللي هو المنطقة الصناعية ويمكن ستك محددين ننفذ 63 مليون متر مربع تحسين للطربة في منطقة شرق بورسعيد المرحلة الأولى منها فنم تكلفنا بـ 20 مليون متر مربع إحنا بالفعل النهاردة فنم نخلصين 3 مليون وإن شاء الله عند نهاية السنة هنخلص 5 مليون كل اللي بنخلصه فنم نسلمه للهيئة الاقتصادية وإن شاء الله في شهر 6 23 هننتهي من المرحلة الأولى اللي هي هتوصل لـ 20 مليون متر مربع بالنسبة فنم للمزارع السمكية ودي يمكن تعتبر أكبر مزارع سمكية موجودة في الشرق الأوسط إحنا النهاردة فنم انتهينا منها بنسبة 100% وبالفعل الشركة القائمة على تشغيل المزارع تقريبا زرعة كل الأحواض إحنا عندنا فنم منفذين 5900 حوض استزراع الحوض تقريبا مساحته في حدود 2 فدان بالإضافة البحيرات للصيد بمساحة 1500 فدان نسبة تنفيذ المشروح ككل فنم 40% في مجال الرعاية الصحية إحنا فنم نسأنا مع وزارة الصحة والسكان بننفذ معاهم الأسبقية التانية من المشروع القاومي للتأمين الصحي لأهالي سيناء بننفذ فيه 14 مستشفى و16 وحدة صحية بتكلفة 2.5 مليار جنيه إحنا بالفعل يا فنم انتهينا من تنفيذ 9 مستشفيات جاري الآن تنفيذ 5 مستشفى و16 وحدة صحية وان شاء الله فنم مخطط ننتهي منهم بنهاية هذا العام دي نمازج للمستشفيات ولحدات الصحية اللي انتهينا منها